أكد وزير الخارجية سامح شكري أن التعاون بين مصر واليونان بالمجال التجاري والاقتصادي له أولوية على أجندة عمل البلدين وخلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع نظيره اليوناني بالقاهرة قال شكري إنه تم توقيع اتفاقية للعمال الموسمية لتنظيم عمل المصريين باليونان كل من مصر واليونان إلى تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة شرق المتوسط العمل على مواجهة التحديات المختلفة بما فيها قضية الهجرة وتم خلال مباحثاتنا اليوم أن شاهدنا التوقيع على اتفاقية مهمة في إطار العمال الموسمية تفتح المجال بشكل منتظم بشكل قانوني لعمل المواطنين المصريين في اليونان دعماً للاقتصاد اليوناني وأن يتم ذلك في مجال الزراعة كبداية وهناك فرصة للتوسع في هذا على مستوى القطاعات الاقتصادية